المسيح يغفر الخطايا وقفت عند قدميه من ورائه باكية عم تبكي والدموع عم تنهمر وعم تنزل على رجلين يسوع حيث كان جالس يسوع وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدههنما بالطيب فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي إنها خاطئة والرب يسوع قال له في عندي شيء أقوله تكلم عن واحد كان مدين لأشخاص اثنين واحد مديون بخمسمائة دينار والتاني مديون بخمسين دينار فبقوله وإذ لم يكن لهم ما يفيان سامحهما جميعا فقل أيهما يكون أكثر حبا له فأجاب سمعان وقال أظن الذي سامحه بالأكثر فقال له بالصواب حكمت ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أتنظر هذه المرأة إني دخلت بيتك وما لأجل رجلي لم تعطي وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن رأسي وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا ثم قال لها مش بس بيتكلم مثل ما تدع البعض أنه بيتكلم بصيغة المبني للمجهول لاحظ الكلمة شو بقول هنا رب يسوع ثم قال لها مغفورة لك خطاياك فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا أيضا فقال للمرأة إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام السؤال أيضا سألوا في هذا الموقع لكن مش بس غفر الخطايا منحها السلام غفر للمرأة الخاطئة ترجمة نانسي قنقر